بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا حاتان الآيتان من سورة الإسراء جاءتا بعد قوله جل وعلا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك حتى تفجر لها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من ذخرفهم أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا فالمشركون من كفار قريش يتحججون ويعتذرون بعدم قبولهم ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بأنه جاء بشيء غير مناسب يقول تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا يقولون كيف يبعث الله جل وعلا ويرسل إلينا بشرا وكان المفروض أن يرسل إلينا ملك والله جل وعلا أدرى وأعلم بالصواب لو جاءهم الملك ما استفادوا منه شيئا ولا استطاعوا مخاطبته وإنما الله جل وعلا يرسل لعباده من يناسبهم فهذه سنة الله فيهم جل وعلا فاعتراضهم هذا في غير محلة وغير مناسب أن يعترضوا على الله جل وعلا في إرسال البشر رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا هذا وجه اعتراضهم أن الله جل وعلا بعث بشرا آدميا رسولا إليهم وهذا هو المناسب لهم ولو أرسل إليهم ملكا ما استفادوا منه وما استجابوا له وما استطاعوا الفهم لما يقول لكنه يرسل جل وعلا للبشر بشرا كما أنه لو كان هناك ملائكة موجودون في الأرض فالله جل وعلا يرسل إليهم ملكا رسولا فهو جل وعلا يرسل لكل فئة ما يناسبها وما يستجيبون لدعوته واعتراضهم هذا في غير محله قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين فنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا يعني من جنسهم نرسل إليهم ملكا من جنس ملائكة الأرض يبلغهم عن الله جل وعلا فكذلك أنتم أيها البشر أرسلنا لكم واحدا منكم ومن جنسكم ومما يعقلون ويعقل مثلكم فأنتم أولى بالإستجابة لهذا وحري بكم أن تستجيبوا ولا تردوا دعوة رسول الله صلى الله عليه وأسلم إليكم فاعتراضكم أيها الخلق في غير محله وغير مناسب منكم قال قل لو كان في الأرض ملائكة لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين نزلنا لو كان في الأرض ملائكة ساكنون فيها نزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا يبلغهم عن الله جل وعلا ما يجب عليهم نعم يقول تعالى وما منع الناس أي أكثرهم أن يؤمنوا ويتابعوا الرسل إلا استعجابهم من بعثه البشر رسلا كما قال تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وقال تعالى ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا الآية وقال فرعون وملأه أن أؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون وكذلك قالت الأمم لرسولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين والآيات في هذا كثيرة ثم قال تعالى منبها على لطفه والآيات في هذا المعنى وهذا الباب كثيرة بأن الله جل وعلا يرسل الرسول وينزل الكتب على حساب ما يسير وما يعقل هؤلاء ما يرسل لهم رسولا يختلف عنهم فلا يتمكنون من تصديقه ولا الإيمان به وإنما يرسل لهم واحدا منهم يبلغهم عن ربهم فهو جل وعلا يعلم العباد ما يحتاجون إليه واعتراضهم هذا على الله في غير محله ذلك بأنهم قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل نعم يبعث الله بشرا رسولا منه إليكم لعلكم تحتدون كما قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم وقال تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون وقال تعالى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين نزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا وهكذا الآيات المتتابعة كلها تدل على صحة ما بعث الله جل وعلا به رسولا بأنه علمهم وأنزل عليهم ما يجب أن يبلغوه لأممهم فبلغوه فمن آمن به فله السعادة في الدنيا والآخرة ومن لم يؤمن فالويل له والآيات في هذا كثير ثم قال تعالى منبها على لطفه ورحمته بعباده أنه يبعث إليهم الرسول من جنسهم ليفقهوا عنه ويفهموا منه لتمكنهم من مخاطبته ومكالمته ولو بعث إلى البشر رسولا من الملائكة لما استطاعوا مواجهته ولا الأخذ عنه كما قال تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ولهذا قالها هنا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين أي كما أنتم فيه لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا أي من جنسهم ولما كنتم أنتم بشرا بعثنا فيكم رسولنا منكم لطفا ورحمة هذا والله أعلم وصلى الله وسلم ومبارك على عبده ورسوله ربينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول السائل هل هناك فرق بين العزل والإجهاض وهل كلاهما جائز نعم هناك فرق عظيم فالعزل قبل أن ينزل الرجل في فرج المرأة يصرف ذكره ويخرجه وينزل خارجه والعزل جائز يقول الصحابي رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيئا منهيا عنه لنهانا عنه القرآن وأما الإجهاض فهو الذي يظهر فيه أنه إنزال النطفة بعد استقرارها في الرحم وهذا لا يجوز لأنه إماتة للمولود هذا يقول السائل هل يجوز لبس الشراب عند الإحرام هل يجوز لبس الشراب عند الإحرام نقول يجوز بالنسبة للنساء المرأة لها أن تلبس الحذاء والشراب والكنادر وغيرها وعم الرجل فلا يجوز له أن يلبس إلا الحذاء فقط لا يلبس شراب اليدين ولا شراب الرجلين يقول السائل ما حكم من يدخل المسجد الحرام والمسجد النبوي بالحذاء ونرى من ذلك طلبة العلم يفعلون هذا دخول المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو غيرهما من المساجد بالحذاء والشراب جائز والحمد لله ما يجوز الإنسان أن ينكر على شيء جائز فعله النبي صلى الله عليه وسلم وإنما على المسلم أن يتأكد من نظافة شرابه أو حذائه أو كنادره أو غيرها ولا يجوز له أن يدخل بها وفيها وسخ أو فيها شيء مكروه بل يجب عليها أن يضفضها ويدخل بها وإن صلى بها فلا بأس إن صلى بها فلا بأس بل الصلاة بها أولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بن عليه وفي يوم من الأيام خلعان عليه وفي الصلاة فسارع الصحابة رضي الله عنهم إلى خلع نعالهم اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم فلما انصرف صلى الله عليه وسلم من صلاته قال ما لكم خلعت من حذاءكم ونعالكم وكما جاء بالحديث قال يا رسول الله رأيناك خلعتا فخلعنا نحن نقتدي بك رضي الله عنهم يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يأتي ويدر قال عليه الصلاة والسلام إن جبريل أتاني وأخبرني أن فيهما أذى أو قذا فخلعتهما وإنما عليكم إذا دخلتم بها أن تتأكدوا من نظافتها وتصلوا فيها فالصلاة في النعالين من باب السنة إذا لم يكن فيهما أذى وإنما يصلي بهم المرء ولا يخلعهما في الصلاة وأما إذا وجد فيهما أذى أو قذا أو وسخ أو نحو ذلك يتعدى فيجب عليه خلعهما كما خلعهما النبي صلى الله عليه وسلم فالخلع واجب إذا كان فيهما أذى لم يزله وإنما يزيل الأذى قبل الدخول في الصلاة فلا بعس عليه أن يصلي فيهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيهن عليه ثم إذا وجد فيهما شيئا فعليه أن يخلعهما ويتم صلاته ولا يبطلها ولا يسانفها كفعله صلى الله عليه وسلم فهو عليه الصلاة والسلام لما خلعنا عليه استمر في صلاته يستمر المسلم في صلاته حينما يخلعن عليه فيكمل صلاته دل هذا على أن الصلاة في الثوب المكروغ أو الذي فيه النجاسة أو نحو ذلك أن على المسلم أن يخلعه أو يبعده عنه ولا يبطل ما فات من صلاته ما يبطل ما فات من صلاته بل صلاته صحيحة يقول السائل ما حكم العادة السرية العادة السرية هي أن ينكح يده يحاول يعالج ذكره في إنزال المني في يده وهذا محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين فلا يجوز للمسلم أن ينكح يده ولا أن ينزل المني فيها فهذا حرام لقوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فهذا عادي لأنه ابتغى وراء ذلك ما اكتفى بالحلال حتى تجاوزه إلى الحرام وإنما العلاج لمن لم يكن عنده زوجه كما قال عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء فالصائم يمنع المسلم من الحرام الصيام يضعف الشهوة ويقللها فلا يحصل من المرء تخبط وبحث عن طريق الإنزال غير المحلل وإنما عليه أن يحصون فرجه ويحفظه ولا ينزل إلا في فرج زوجة أو أمة مملوكة له أو احتلام غير مقصود هذا هو الواجب على المسلم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون واللوطية والنكاح المحرم نكاح اليد من نكح يده يأتي ما يوم القيامة ويده حبلا منه والعياذ بالله يقول السائل المساجد التي تقام فيها صلاة الجنازة معدودة وتأتي رسائل بالجوالات فهل تتبع الجنائز ليس فيه حرج تستحب صلاة الجنازة وتجب عند الحاجة إلى ذلك وتستحب فيما عدا ذلك فإذا صلى المسلم في الأساجد التي تقام فيها صلاة الجنازة فهذا حسن ولا يلزم ذلك وصلاة الجنازة تقام غالبا في المساجد الكبرى وفي المساجد المنوعة بين الناس بأن يكون في كل حي مسجد تقام فيه صلاة الجنازة حتى تؤدى الصلاة ولا يلزم ذلك فإذا صليت في المسجد الذي تقام فيه جنازة فحسن وإذا صليت في المسجد الذي لا تقام فيه الجنازة وتبعت الجنازة وصليت عليها في المقبرة فهذا حسن تصلي عليها حسن ما يتيسر لك في المقبرة أو بعد الدفن أو نحو ذلك يقول السائل هل هناك حالة يسن فيها سجود السهو؟ سجود السهو أحيانا يجب وأحيانا يستحب فليس على وطيرة واحدة فيجب إذا فعلت شيئا ظاهرا فعله يبطل الصلاة فلا تبطل صلاتك وإنما يسن لك يجب عليك أن تسجد للسهو وأما فعل الشيء المستحب فإذا تركته سهوا فلا بأس عليك أن تسجد للسهو وإن تركت سجود السهو فلا بأس يقول السائل اعتمرت قبل أن حج حجة الإسلام وسمعت من يقول العمرة ناقصة فهل صحيح هذا؟ لا يا أخي هذا ليس بصحيح بل العمرة كاملة سواء كانت قبل الحج أو مع الحج أو بدون حج لا بأس عليك أن تعتمر وعمرتك صحيحة ولا يضيرك أن تعتمر أولا ثم تمك السنوات ثم تحج ولا يضيرك أن تعتمر أولا ثم تحج بعد الحمرة مباشرة كما لا يضيرك أن تحج بدون عمره فلا بأس على المسلم في هذا وهذا يقول السائل هل يجوز للإمام أن يجلس على كرسي؟ في المسألة قولان هذه أجاز بعض العلماء صلاة الإمام حال تركه لركن من الأركان وبعضهم لم يجد ذلك وعدم إجازة هذا أولى أولى للمسلم إذا كان إماما ولا يستطيع أن يأتي بالأركان كلها كالقيام أو الركوع أو السجود أن يتخلى عن الإمامة ويتركها لمن يقوم بالأركان كاملا يقول السائل الواحد منا يرى نساء وبنات يترك نشع شعورهن بدون غطاء فهل ننصيحهن أم نترك ذلك للمسؤولين وخاصة في الحرم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب أحيانا ومستحب أحيانا فإذا تعين على المرء أن يأمر فعليه أن يأمر وإذا لم يتعين فله أن يأمر أو يترك ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحيانا يترتب عليه إلزام والإلزام قد يكون فيه صعوبة على المرء فعليه أن ينصح بالرفق واللين إن قبل منه وإلا برع الذمة يقول السائل ما هو الراجح عن حمل عيسى بن مريم في بطن أمه هل هو تسعة أشهر أم شهر أم شهر واحد أم أسبوع هذا من التعنت ومن السؤال الذي لا يحسن فما يهمك أن كان حمل عيسى لسنة أو أكثر من سنة أو أقل من سنة وإنما عليك أن تؤمن بما أمرك الله جل وعلا به في كتابه أن عيسى بن مريم ابن مريم ليس بابن بغي بل أمه وأبوه ومريم فهو منسوب لها صلى الله عليه وسلم ولا يهمك ولا ينبغي لك أن تسأل كم مدة حمله إن كنت طالب علم فممكن ترجع لي وراجع العلم وتتأكد من ذلك وإن لم تكن طالب علم فلا يهمك ذلك أخي ودع ما لا يعنيك يقول السائل ما هو القول في سورة التوبة هل تقرأ البسملة أم الاستعاذة أم يقرأ مباشرة الصحابة رضي الله عنهم لم يضعوا فيها البسملة فسر على ما سار عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ويكفيك بخرا أن تأخذ بأقوال الصحابة يقول السائل هل الأشاعرة والماتوريدية من أهل السنة وبماذا نعرفهم الأشاعرة والماتوريدية طوائف من طوائف المخالفة لأهل السنة لكن الأشاعرة أقل الطوائف مخالفة لأهل السنة يقول السائل اعتمرت عن الوالدة وعند الميقات أعلن الطيار محاذاة الميقات وأنا داخل دورة المياه ولم أسمع الإعلان وقد كنت لبيت للإحرام ماذا علي ما دمت متهيئا للإحرام وسمعت أو لم تسمع فلا يضيرك كونك لم تقل نويت الدخول في العمر أو نويت العمر لا يضيرك هذا ما دمت قاصد في قلبك الدخول في النسك فيكفيك ذلك والحمد لله يقول السائل كنت أصلي الوتر وفي الأخير تركتها كسلا لا تهاون وإنما كثرة الانشغال أصلي الوتر وبالأخير تركته أقول لا يا أخي ما يليق بك النبي صلى الله عليه وأسلم واضب على صلاة الوتر واضب عليها مواضبة كاملة فيحسن بالمسلم أن يواضب وإذا لم تواضب فقد حرمت نفسك اتباع السنة حرمت نفسك الفعل الحسن وهو صلاة الوتر سواء تركتها كسلا أو انشغالا بغيرها أو غير ذلك من الأمور اللهم إلا إن كان تركك للوتر لمرض أو سفر فالله جل وعلا يجريها لك كأنك صليتها كما قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما فعملك الذي تعمله حال الصحة والإقامة يكتب لك في حال المرض والسفر بإذن الله ولا ينقص ثوابك أبدا اللهم إذا تركتها كسلا أو عجزا أو انشغالا بغيرها من أمور الدنيا أو غيرها فهذا حرمت نفسك الخير يقول السائل ما معنى قول الله تعالى عن المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله جعل الله البركة في الأرض القريبة من المسجد الحرام في استمار والزروع المفيدة والنافعة وتكثر في الخيرات هذا هو الله أعلم بارك الله لنا ولكم في الأعمال الصالحة يقول السائل ما معنى فإنه له وجاء فإنه له وجاء أي مانع من ثوران الشهوة فعليه بالصوم فإنه يمنعه عن ثوران الشهوة وتكلفه وتعبه بذلك يقول السائل الجميع هنا يصلي والحمد لله لكن هل من نصيحة في الخشوع فأنا محروم الغشوع يحصل إذا استحضر المسلم والعمر الصالح وتقربه إلى الله جل وعلا فإنه يستحضر ذلك ويؤديه كما أمر وإذا انشغل عن ذلك فهو يقول يقل احتسابه ويقل ثوابه حسب انصرافه عما يجب عليه نحو عبادته يقول السائل هل يجوز للحائض دخول المسجد وقراءة القرآن الحائض تدخل المسجد ولا تجلس فيه لا تقيم فيه وتجلس وإنما تدخل وتخرج تدخل لتكلم رفقتها أو تعطيهم شيئا أو تدفع العربية بصاحبتها أو نحو ذلك من الأمور التي يحتاج إليها من تحمله أو من توصل إليه الشيء ولا يجوز للمرأة أن تجلس في المسجد وهي حائض بل يجب عليها أن تخرج وأما قراءتها للقرآن فهذا محل خلاف بين العلماء رحمه الله بعض العلماء أجاد قراءتها للقرآن قال لأن حيضتها ليست بيدها ولأنها قد تحتاج إلى قراءة القرآن لإختبار أو لحاجة أو لحفظ أو نحو ذلك من الأمور فإذا قرأت القرآن في هذه الحال فلا بأس عليها بخلاف جنابة الرجل فالرجل لا يحل له إذا كان جنوباً أن يقرأ القرآن لأنه يعجب عليه أن يغتسل فإن لم يتيسر له ذلك بله أن يتيمم فقراءته للقرآن لا تستلزم وقتاً طويلاً بخلاف الحائض فقد تستلزم وقتاً طويلاً أو النفساء فلا تقرأ القرآن فتنسى ما حفظته أو نحو ذلك يقول السائل أتيت إلى مكة قاصداً للعمر وقمت بعد الإحرام بالطواف حول الكعبة وكنت مجهداً جداً وكان هناك فاصل بين الطواف والسعي حوالي سبع ساعات لإجهادي وتحللت من العمرة لا بأس عليك بذلك الأفضل للمسلم أن يوالي بين الطواف والسعي هذا هو الأولى فإذا لم يتيسر فلا بأس على المسلم أن يطوف ليلاً ويسعى نهاراً أو العكس لا حرج عليه لا حرج عليه أن يستعمل العبادة في أي وقت شاء الطواف والسعي المهم أن يرتب بينهما يطوف أولاً ثم يسعى ثانياً هذا وأرجو الله جل وعلاً أن يمنا علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا جميعاً من الهدات المهتدين إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين